بصراحة أنا ماني مرتاح لازم نعرف وينه هنلأ ما في داعي إنه نخاف لأنه أكدنا أنه رح يجي المسى تعالى عنا وتشوف خلينا نروح لبيتنا الجديد بعد ما نوصل علي على بيته أي ساعة بدك تروح لكلية اليوم مولا ويروح بدي يستنى أخي خاطر يخال مع السلامة ابني الله معه الله يسلم مؤيد سمعني أنا لازم حكيك بصراحة أنت ما عم تنتبه له منيح لأخوك هو لسه ما تأقلم على الوضع لهنأ ضاير ما بيجوز يضل بهالحالة هو هلأ بيأمس الحاجة لإلك لتوقف جنبه مولا تتركه بعرف أنك عطيته مصاري بس في شيء أهم من هيك هو أنك تكون جنبه وتدعمه نفسيا ما بعرف إذا أدرت وصل لك الفكرة بس هذا الشيء الوحيد يلي بيخليه يرتاح أنا برأيي نطلع اليوم على شيء محلي شو رأيي؟ منتعشها مع بعض منشرب لنا كاسين سوا منغير جوة تلاتتنا كلياتنا تعباني وعلى حسابي شو؟ ماشي، ما عندي مشكلة نتصل ببعض المساعدة سلام الله يعطيكم العافية علي معه حق بالكلام اللي قاله يا ابني انت ما عم تنتبه لأخوك نحن ما عم نراعي مشاعره أبدا وحتى ظلمنا بشفوكنا وظلمنا جميلة أنا من كتر ما عصبت بهتلت اليوم ولا ما بعرف كيف هيك عملت لازم طيب خاطرة هوي أنا من الأول ما اقتنعت أنه عروس الناس بقلة بس أنت مقتنع فيه المهم هلأ تعتذر من أخوك وما بقت دايقه أكيد مأهور حتى أنا لازم اعتذر منه اليوم لأني غلطت بحقه كمان هادي هو البيت رح نغير لون الدهان قال لي المتعهد ما فينا ننتقل قبل عشرة أيام مو مصدقة أني أخدتها البيت أخيراً أخيراً غرفتك أنت بالطابق الثاني وغرفة مهنة تحت أخيراً 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 بعدها موسيقى موسيقى للأسف أنا ما أطلع لي بالجامعة ولا فرع نتيجة الظروف السيئة اللي مرات فيها موسيقى وأمي طبعا متل ما بتعرفها عم تكذب عن ناس وتقولون هي ما سجلت بالجامعة لأنه ما طلع للفرع اللي بدايا بس الجيران ما صدقوها أما بالنسبة لمؤيد فهو إجاب علامات علي وأنا كتير فخورة بنجاحه وماني مزعوجة لأنه ما طلع لي بالجامعة لأني عم بشتغل وأنتقل من نجاح لنجاح في الشهر صديقتك الحلوة اليوم هي أسرع درسان بالكافيترية اللي عم بتشتغل فيه واختاروني نجمة لهذا الشهر ولحتى تصدق كلامي فيك تشوفوا الصورة بدي أعترف لك بشغلي بغيابك أنا حاسي بفراغ كبير ما في حدا أتقاتل معه اشتقت كتير أعمال إخناء معك بعد ما فتع السجن حسيت أنه كان للمشاكل مكهة كتير حلوة وما كنت متوقعة أبدا أن الحارة رح تكون مش على هيد درجة وانت غايب عنه عم بتدعي لك ليلة نهار لتخلص هالفترة بسرعة يا ريت تمضو بدون مشاكل مش عم مطو الفترة تغيابك عم يعني مو حلوة يجي ابني يلاقي عمه بالسجن بركي أعجب فيك وحب يطلع مثلك مثلا بعرف أني مدلتك بس لازم أكد على الشيء هنا بترجعك يا مهند لا تعمل مشاكل بسر من شان تطلع بالوقت لمحددك وآخر شي بدي إلك يا إني كتير اشتقت لك وكلنا عم نستنعك على نار تبه على حالك يا ملاح صديقتك المخصة إلك جميلة ترجمة نانسي قنقر 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 aro اشتركوا في القناة بدي يطمن إذا طلعت من عندهم قل لي وينها؟ ما عم كذب ضمن ماشي عم استناك بالبيت ما بدي ياك تستناني مو جاي على البيت فورا بدي يمروا على المرور مشان الشهادة وبس خلص بدي روح على الشركة لأنه في طلبية لازم جيبها مشان هيك لا تستناني لأني متأخر لأيجي على البيت مهند حاكيني المضبوط أنت أكيد منيح؟ يعني ليش لحد تكذب عليك؟ خلص حلقناها وأنا طلعت من عنده بدي منك تقول له لأبي ما في داعي يتصل بالزلمة ويستفزوا بعضهم أكتر من هيك ماشي بلو بس لا تطويل انت بقي على حالك ماشي ياخي شش استنى العم بعيونك شو قهبل مش عيفني واقف عم بستنى مين اللي قالكن تدهنوا هاللون هاد؟ سامي بيك هوي اللي اختار اللون وقال لي إنه بدو يدهن البيت متل لون البيت القديم لا يا معلم البيت القديم صار من الماضي وهاد البيت غير لون الدهان هون أنا اللي بدي اختاره بس اللون هاد شو رأيك؟ إذا بتبتفقوا عليه أنا ما عندي مشكلة أنا اللي بدي يضل كل الوقت جواة البيت هالمرة ما راح اسمح له يساوي متل ما بدو أنا اللي بدي اختار اللون أنا شبك ماما تعال وارجيك المطبخ وباقي الغرف اشتركوا في القناة